أنا بس بداية كده عايزة أفهم منك إيه فكرة إنه الشفت كارير ده من وكالة اللعبين قلت خلاص أنا هقفل القصة لحد كده وهبدأ أشتغل بشكل أوسع بشكل أعمق بشكل فيه تطور أكيد أكتر فكرة التسوير الرياضي بص حاجة بشكل عام أنا شخص براجع نفسي يعني دايماً بعمل مراجعات سواء يومية أو سنوية أنت خلاص في علم الاقتصاد لما بتوصل لقمة الهرم هتنزل هتنزل فإنت قمة النجاح أن أنت لما توصل لقمة الهرم تعمل شفت كارير وإنت ناجح وتروح تبدأ خطوة جديدة عملنا كده لما عملنا بريزنتيشن أو لما اشتغلنا في استادات أو سيتي كلاب فإنت بتوصل لمراحل تنجح فيها وبتعمل شفت كارير على منطقة تانية دخلنا في حق الرعاية على منطقة تانية استغلال المنشآت الرضية الغير مستغلة وهكذا فإنت كل فترة لابد أن تتطور وإن لم تتطور هيجي كنين بعد كده يركب وياخد دوره وهكذا يعني هي مجموعة من العناصر والعوامل بتيجي عند حاجة شوية عشان أنت موفق في المنطقة دي في بعض الأمور أو التوقيت أنا هقولك حاجة المشاهد العادي أو المشاجع الهادي هيفهمها كده لما تيجي يقول لحد تسويق رياضي هقولك آه يعني بيع وشرة لعبين هو بيبقى فاهم أو إحنا فهمنا كلنا يعني مش تقصيرا منه أنه تسويق الرياضي دوت هو بيع وشرة لعبين حلو قوي فرصة بقى أنك تفهمنا يعني إيه تسويق الرياضي ويعني إحنا أصلا كمان عندنا قصور في مصر احنا ما عندناش ما عندناش أصلا عشان العالم تقدم جدا في هذا الأمور بصحك التسويق الرياضي ده مجال متشعب ومجال كبير يعني باختصار عشان المشاهد البسيط ما انكلكعش عليه المتش اللي انت بتشوفه دوت ده مجموعة من العناصر بتتدخل في بعضها عشان تطلع لك المنتج المنتج ده بيشتغل فيه اللوجستيك وبيشتغل فيه سيكيوريتي وبيشتغل فيه الادفورتايزنج وبيشتغل فيه التيفي رايتس والماركتينج رايتس والجيتس والسبلاير عدة عوامل بتكون موجودة داخل الوحدة اللي انت بتتفرج على عشان تتفرج على هذه المباراة نهيك عن الموضوع الملابس الرياضية اللاعبين المدربين فمنظومة المباراة الحاجة بتشاهد هدية فيها بتاع عشرين عنصر يدخلوا ده تحت باند التسويق الرياضي ومن ثم لما الشركة بتاعت النادي بتشتغل هذه العناصر بتدخل فيه أليات تأسيس الشركات فعنصر التسويق الرياضي في مصر مختزل في منطقة التعاقدات مع اللاعبين لكن ده مش مظبوط خالص انت فين الفانز الجمهور المدرجات الرعاة فيه أمور كتيرة جدا احنا في مصر ما بنشتغلش عليها معاين مصر مجال خاص يعني انت حاك لما وجهت واشتغلت دخلنا الدوري المصري مثلا سنة 2012 كانت قيمة الدوري المصري 70 مليون جنيه النهاردة حاك الدوري المصري راح في منطقة تانية حقوق الاهل الواحد 900 مليون الزمالك 400 والقناة الاسبعيلي كان آخر عقد 140 المصر 160 فانت حاك الدوري المصري راح في منطقة تانية حتى التعاقدات مع اللاعبين راحت في منطقة تانية فمصر مجال خصب مصر مجال ناجح مصر مجال جازب للتسويق لكن مفيش حد بيعمل كده مفيش حد بيكتهد كده ليه؟ لأن كل إدارات الأندية بيشتغل في شركته بمنتهى الإتقاد والنجاح وبيجيب العلاصر اللي تنجحه لكن في النادي ممكن يجامل ممكن يجامل كريم أو شيحة ويشتغل ويزود عماله وما يعملش حاجة للهدف العام اللي هو إنجاح المنظومة يعمل حاجة لإبقاء على نفسه في الكرسي لفترة معينة نتيجة تضغط من السوشيال ميديا أو من الجماهير فعنصر والتسويق الرياضي في مصر عنصر مجهول إلى حد كبير عشان كده دايما كنت باستغرب لما يقول لك مثلا الزمالك عنده أزمة مالية الأهل عنده مثلا عجز في الميزانية الإسماعيلي مش عارف يدفع منتبات يا جماعة أنا أنا قلتها كده بشكل بلدي مش بفهم أوه في التسويق الرياضي ده الإسماعيلي عملوا حاجة مضحكة جدا هسمع منك بقى تفكيري الكصة دي كلها بس أنا أقصد إيه ماينفعش لو أنا معي منتج لو أنا معي المجات ديت ونازل أبيع على عدد كبير من الجماهير هكسب صحيح 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 والأنداء دي ممكن تخسر فما بقاش فاهم إزاي بتخسر إزاي بتخسر عشان هو ما بيشتغلش على المنتج ترجمة نانسي قنقر